بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب طبعا قبل الدخول بالآية نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى حلول محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام حسين وأهل بيته وأصحابه ذكرى انتصار الدم على السيف ورد عن مولانا الصادق سلام الله عليه قال إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص بين السماء والأرض ملطخ بالدماء مخرق بالسيوف يقول نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر الآية الكريمة ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب طبعا تشير إلى قضية العهد والعهد وميثاق لكن أشد من العهد والعهد والميثاق أخذ في مواضع متعددة أعرض عليها إن شاء الله ثم أصل إلى قضية الإمام الحسين عليه السلام أولا العهد والميثاق أخذ على آدم سلام الله عليه على أن لا يعص الله سبحانه وتعالى وآدم سلام الله عليه لم يعص الله سبحانه وتعالى لما نهى الله سبحانه وتعالى من أكل الشجرة كان أنه لم يكن نهيا مولويا وإنما كان النهي نهي إرشاديا يعني كوصفة الطبيب إن عمل بها فبها وإن لم يعمل فلم يأثم فآدم سلام الله عليه لما أخذ عليه العهد والميثاق كما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام يقول كان في الجنة البرزخية ولم يكن في الأرض يعني بعد عندما نزل إلى الأرض أصبح عليهم التكليف وهذا النهي نهي إرشاديا ولم يكن نهيا مولويا يعني النهي المولوي أنه ترك مثلا الاستحباب أو العمل بالكراهة أو ترك من هالقبيل هذه الأمور الخمسة اللي هي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة هذه الأمور الخمسة فآدم سلام الله عليه كان النهي نهيا إرشاديا فبالتالي أن آدم لم يعصل الله سبحانه وتعالى هذا واحد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء السابقين للأنبياء اللاحقين يعني لابد للنبي السابق أن يبلغ أصحاب الرسالات الخمسة أولو العازم لابد أن يبلغ النبي اللاحق ولذلك عيسى عليه السلام كما يصرح القرآن الكريم في الآية السادسة من سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللهم صلى الله عليه وسلم فهذه طبعا للمسيح للنصارى ولكن لم يعملوا بها إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلذلك يعني عهد وميثاق على أن النبي السابق يبلغ النبي اللاحق وهكذا أخذ العهد والميثاق طبعا العهد والميثاق منهم من يفي بعهده كالأنبياء والأوصياء وغيرهم ومنهم كالأمم لا تفي بالعهد والميثاق الذين لم يفون بالعهد والميثاق أمم الأنبياء مثلا قضية موسى عليه السلام وفرعون طبعا بعد ما آمنت السحرة بموسى سلام الله عليه والمعجزة التي صدرت من موسى سلام الله عليه آمنت السحرة بموسى عليه السلام عندما آمنت فرعون هدد السحرة وقال لأفعلن كذا وكذا المهم فجاءهم البلاء كما يصرح القرآن الكريم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادعة والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين طبعا هذه العهود والمواثيق التي أخذت عليهم من قبل موسى سلام الله عليه سنة الطوفان وعادوا إلى كفرهم وسنة مثلا الجراد كما يصرح أو تصرح الروايات يعني ضجوا وعجوا قالوا يا موسى أما ترى بنا من كر من عناء هذا الجراد اللي أخذ يأكل الزرع وشواربهم وحواجبهم فقال إذا يعني كأنما دعوت الله سبحانه وتعالى لا تؤمنوا بي ترسلوا السجنان بني إسرائيل قالوا بلى فعادوا إلى كفرهم فأتبعهم الله سبحانه وتعالى في السنة الثالثة اللي هو القمل وأشد ما جرى عليهم كما يقول العلامة الطبطباء في بحثه الروائي بعد ذلك جاء أيضا جاءت الضفادع وأخذت تفسد ما في القدور وإذا كان الرجل يجلس يكون إلى ذقنه من الضفادع وبعد ذلك نهر النيل يعني يأتي القبطي طبعا هم فريقان فريق الأقباط وفريق بني إسرائيل فيأتي القبطي يجد النهر دم فلا يشرب ولا يكل إلا الدم ويأتي واحد بني إسرائيل يجده ماء عادي طبيعيا فكما تقول الرواية أخذ القبطي يكلف واحد من بني إسرائيل يقول خذ الماء في فيك وضعه في في يعني خليه بحلقك وحوله بحلقك فيأخذ واحد من إسرائيل الماء في فمه ويحوله يتحول إلى دم وهكذا والرواية تقول أن فرعون أخذ يمضغ أوراق الأشجار وهذه آيات خمسة فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدمة آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بعد عندنا عهد لأوصياء الأنبياء من أمم الأنبياء كما في قضية غدير خم يعني يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام اللي هو يوم تنصيب مولانا أمير المؤنين سلام الله عليه إماما وعالما وخليفة للمسلمين بعد رسول الله بلا فاصل يوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام يعني أي عندما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء مناسك الحج كما يقول الشيخ الأمين في الغدير وغيره أنه عندما عاد جمع الناس بئة ألف أو يزيدون قال أيها الناس من أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه الله موالي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق حيث دار علي سلام الله عليه أخذت البيعة والرجال كل منهم يقول بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولاه كل مؤمن ومؤمنة والنساء قد بايعنا أميروني عن طريق الماء وتمت البيعة لكن نقضت البيعة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثامن عشرين من شهر صفر وجلسوا في سقيفة بني ساعده ونصبوا وتركوا أمير المؤمنين سلام الله عليه وعليه وهو الإمام المفترض طاعة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الآية سوى أستيم سورة المائدة بعدين جاء قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة بولاية علي سلام الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين بولاية علي سلام الله عليه لذلك العلامة طبع طبعا لما يصل إلى تفسير قولي تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبيط عمله وفي الآخرة من الكافرين يقول كل الإيمان هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد هذا عهد وميثاق أيضا النقض من قبل الأمة الذي أخذ لأوصياء الأنبياء من الأمة وعهد أيضا للإمام الحسين عليه السلام على نحو العجالة أيضا كتب متعددة وصلت إلى الإمام الحسين عليه السلام آخر كتاب وصل إلى الإمام الحسين يا ابن الرسول أن أقدم إلينا إن لم تقدم إلينا شكوناك إلى جدك يوم القيامة بعث لهم قال كتب لهم الإمام الحسين بعثت لكم أخي وابن عمي مسلم وابن عقيل ثقتي والمفضل عندي زين فمسلم طبعا بويع من قبل طبعا الإمام الحسين عليه السلام عندما بعث مسلم لا للقتال وإنما يكشف المنطقة المهم أنه بويع مسلم ولكن نقضت البيعة ومسلم حقيقة بقية لوحدي وكذلك بويع الإمام الحسين عليه السلام والنتيجة كانت يعني بعدما جاء على الكوفة كانت استشهاده واستشهاد أولاده وأخوانه وأصحابه زين وهذا اللي حدث وهذا الآية اللي تشر إلى ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب نسأل الله أن يوفقنا وإياكم المستمعون أيضا يوفقنا لكل خير ويرحمنا ويجعلنا مع محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر